فورمانا دريفت أطلنطا وابتدئنا التوب A جيمز دين في الليد على موستنج RTR 1249 حصاص مادفيلد على كورفت V8 1190 حصاص جيمز داخل بكل قوته لدرجة ان الكويتش بترفع من على الأرض مادفيلد بتأخر كتير في أول الجولة صعب جدا التعويض مع حد زي جيمز دايس على الأخر جيمز داخل الأوتسايد زون مظبوط ظهر العربية كله جوه الخط الثاني إنسايد زون جيمز دين بيرسم التراك ومادفيلد بيحاول يدوس ويقرر جيمز دايس والسموك في كل مكان لين وصايل دريفت 10 على 10 أنجل كمان على الأخر الجولة الثانية ومادفيلد في الليد وجيمز دين في الليتشيس جيمز لو يركز وقرب في الليتشيس بيختفي الجولة على طول جيمز داخل عارف هو محتاج إيه بص بيقرب منه إزاي ولازق فيه داخلين على الأوتسايد زون ومادفيلد بياخده مظبوط وجيمز دين في ظهره مسايد إنسايد زون ولاين مظبوط جدا مادفيلد بيحاول يدوس ويبعد بس جيمز مستخدم كل بره عربية ولاين دريف مظبوط بيخليه عمل جولة الشيس قوية جدا جيمز دين بيخطف الفوز ويدافع عن البطولة وبيتأهل للتوب فور متحدد بيخطف الفوز کیا فيها